بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله مرة أخرى أنا متحدثكم ربان أعالي بحار أقدم بشر مرزوق عود البدران والجزء الخامس من محاضرة أدميراليتي شعر كيفية وصف نسخة من خريطة To describe a particular copy of a chart ممكن وصف أي نسخة من الخريطة من رقم الخريطة وكما تعرضنا له سابقا هناك لكل خريطة رقم واحد لا يمكن أن تتداخل مع خريطة أخرى في العالم كله أيضا عنوان الخريطة وتأريخ نشر الخريطة وأيضا تأريخ إصدار النسخة الجديدة وكذلك تأريخ آخر تصحيح كبير بالخريطة وتأريخ آخر تصحيح صغير بالخريطة طبعا هذه المعلومات الستة تنطيني وصف شامل للخريطة التي ممكن أستخدمها أو التي هي مستخدمة عندي في برج القيادة والتي أستخدمها على التوقيع الملاحي لا بد أن نذكر هذه النقاط الستة مجتمعة حتى نحدد الخريطة بالذات من رقم الخريطة وكذلك عنوان الخريطة وطبعا بالتأكيد قد تكون العناوين لربما تكون متشابهة أكثر من عنوان قد يكون لكن المساحة أو الجهة المرصودة لهذه الخريطة مختلفة وكذلك تاريخ نشر الخريطة لأنه حتى نعرف أن هذه الخريطة بالذات قد يكون نفس الرقم ونفس العنوان لكن لها تواريخ نشر مختلفة أو تواريخ أصدار نسخ جديدة قد تكون أيضا مختلفة وكذلك يعني هذه التواريخ هي بالحقيقة تتغير وكلما كانت الخريطة حديثة كلما كانت هذه التواريخ قريبة على التاريخ الحالي النصائح التي يجب تذكرها عند استخدام الخرائط دائما استخدم خرائط ذات مقياس رسم كبير للأسباب التالية السبب هو الأخطاء تكون أقل ما يمكن عنها في الخرائط ذات المقياس الصغير إذا كانت الخريطة مشوهة فإن هذه الأخطاء سوف تكون أقل تأثير أي بمعنى يكون التشويه أقل ما يمكن في الخرائط ذات مقياس الرسم الصغير التفاصيل أكثر وضوحاً ونحن هنا دائماً نبحث عن التفاصيل وعلى وضوحيتها في الخريطة خاصة لما تكون في الدخول والخروج في الموانئ والأماكن الأرشاد ألواح الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير يتم تصحيحها قبل ألواح الخرائط ذات مقياس الرسم الصغير النقطة الثانية عند العمل بعدة خرائط أو عند الانتقال من خريطة إلى أخرى يتم نقل موقع السفينة الفيكس طبعاً باتجاه ومسافة من نقطة معلومة بكل الخريطتين ويتم التأكد من الموقع بخط العرض وخط الطول وهذه طبعاً لما يكون عندي نهاية خريطة وصلت الأبحار في نهاية خريطة وأريد أن أتواصل في الأبحار على خريطة أخرى فيجب أن يكون عندي نقل الموقع بالغالب هو باتجاه ومسافة وأيضاً بقيمة اللات واللونغ إن هذا مهم جداً للتأكد من أي خطأ وأسباب التدرج السبب التدرج اللي هو ما يسمى بالغريديينت لكل الخريطتين يجب أن لا يكون اختلاف بينهما كبير الغريديينت هنا اللي راح ينشأ عند الدخول من الخروج من خريطة والدخول بخريطة أخرى معلومة على السريع الغريديينت هو عبارة عن لو أخذنا مسافة 60 ميل لو أخذنا مسافة 60 ميل هذه المسافة 60 ميل ينشأ بها غريديينت ما يعادل 1 ميل إزاحة عفواً تقابل زاوية مقدارها 1 درجة وهذا شكل رياضي لا بد من عنده فإذن الغريديينت يختلف لما تكون عندي مقاييس الرسم مختلفة ما بين الخريطتين ولما أنقل المعلومة باتجاه ومسافة وكذلك بلات ولونغ بالتأكيد راح أحصل على أفضل موقع وأكثر دقة على الخريطة الثانية اللي انتقلت إلها واللي راح أكمل إبحاري عليه دائما سارع بالحصول على موقع السفينة بعد أن يتم نقل الموقع من خريطة إلى أخرى يعني بعد ما ننتقل من خريطة إلى خريطة جديدة أخرى لابد أن أوجد موقع السفينة فكس محدد للسفينة وتأشيره على الخريطة الجديدة ولا أكتفي بنقل الموقع اللي أخذته من الخريطة السابق حتى أخلص من التشوهات ومن الإجريدينت أو أي علاقات أخرى قد تبعدني عن الموقع الحقيقي للسفين النقطة الرابعة دائما استخدم أقرب وردة بوصلة كمبوس روز للأسباب التالية يكون هناك أقل تأثير للتشويه كذا يمكن الحصول على القيمة الصحيحة من زاوية الانحراف والنقطة الأخرى يمكن تجنب الخطأ إذا كانت الخريطة المستخدمة ذات إسقاط مركزي طبعا باستخدام الكمبس روز دائما نحتاج الكمبس روز بالخرائط إسقاط مركزي ولذلك يشوف الخرائط المهمة نجد أكثر من وردة بوصلة موجودة بالخريطة قد يكون اثنين أو ثلاثة أو بعض الخرائط حتى أربعة حتى يتلافي أنه النقل أو الشفتينغ اللي يصير لنقل الكورس أو نقل اتجاه ولذلك دائما نختار الكمبس روز القريبة على منطقة الإبحار حتى يكون الشفتينغ قليل ونقلل من الخطأ الشخصي هذا من جانب والجانب الثاني أنه كل كمبس روز نجد مؤشر عليها زاوية الانحراف الـ Variation وبيانات الانحراف كي نحصل على الـ Updated Variation اللي هو التاريخ الذي نحن فيه لربما نستخدمه لإيجاد خطأ الماغنتيك كمبس وأيضا النقطة الثانية اللي هي يمكن تجنب الخطأ إذا كانت الخريطة المستخدمة ذات إسقاط مركزي بالتأكيد الخرائط ذات الإسقاط المركزي ما نستخدم بها الكمبس روز راح نستخدم قياس الخطوط الزوال المؤشرة بالخريطة النقطة الخامسة تذكر التغير في قيمة زاوية الانحراف والمطبوعة على كل وردة بوصلة طبعا هذا التغير في زاوية الانحراف الـ Variation هي ثابتة طبعا مؤشرة والتغير السنوي أيضا موجود نستخرج البيانات من أقرب كمبس روز حتى نستخدم هذه البيانات لإيجاد الخطأ البوصلة الكمبس لأجل إيجاد الترو كورس أو الترو بيريد النقطة السادسة احتفظ بخريطة واحدة فقط على من ضد التوقيع الملاحي حتى تتجنب الخطأ الناتج من قياس مسافة على خريطة وقياس هذه المسافة على خريطة أخرى بالغالب هذه الأمور تحصل لما يصير عندي عمل مشترك ما بين خريطتين خاصة بنهاية الامحار على خريطة والدخول بخريطة ثانية أو لربما أعمال متداخلة كأنه يكون ظاهرين مجموعة خاصة في سفن الصيد أو عمليات التدريب وغيرها فشوف الملاح يضع خريطتين على من ضد التوقيع الملاحي لربما يأخذ معلومات من هذه الخريطة ويبدأ نزلها على الخريطة الثانية وهذا بالتأكيد يكون غير دقيق لأنه خاصة قياس المسافات اللي هي نقطة بها نأخذ مسافات من خريطة ونقعها على الخريطة الأخرى أي راح تنطيني قياسات غير حقيقية بمعنى راح تنطيني خطأ في البيانات اللي راح أستخدمها تأكد مما إذا كانت وحدات قياس الأعماق هي بالقامة أو بالمتر أو بالقدم طبعا هذه المعلومات احنا تكلمنا عنها لابد وأن نتأكد ونعرف أنه الأعماق هل هي مقاسة بالقامة هل هي مقاسة بالمتر وهل هي مقاسة بالقدم وطبعا لابد وأن التعامل مع هذه الارتفاعات وأجزاء الوحدة المقاسة بها كأن تكون بالقامة أو بالمتر حتى لا يصير عندي خلط ما بين هذه الوحدات القياس المختلفة خاصة في بعض الحالات الملاحة يستخدم خرائط مثلا للقامة بينما المعلومات الشخصية مركزة على النظام المتري فنشوف هناك صعوبة في التحويل أو في حساب الأعماق بدقة أو هي بالقامة ونشوف الغاطس مؤشر عنده بالمتر فلابد وأن يكون هناك تحويل ما بين المتر والقامة أو كذلك القدم عند قياس المسافة بواسطة مقياس خط العرض فإنه يتم القياس مقابل للمكان الموجود به السفينة ويتم التأكد من هذا القياس بكلا جانبي الخلطة وهذا الموضوع تحدثنا عنه بالجزء السابق القياس المسافات يتم على مقياس خط العرض ولا يكتفي بمقياس خط العرض بل يجب أن يكون مقابل مكان تواجد السفينة مكان العمل مكان التوقيع الملاحي ناخذه بتناظر مباشر لليمين والتأكيد عليه باتجاه المعاكس إلى اليسار على نفس مقياس خط العرض نشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم بجزء آخر إن شاء الله وتقبلوا تحياتي أنا متحدثكم الربان بشر البدران شكرا جزيلا